اللقاء الأخوي اللقاء الأخوي اللي استقبل فيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة بعد الظهر احنا مبارح استقبلنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زاد رئيس دولة الإمارات النهاردة كان فخامة الرئيس ومصر بيستقبلوا أيضا بقية الزعماء العرب استقبال العاهل الأردني استقبال العاهل البحريني استقبال رئيس الوزراء العراقي حاجة الحقيقة بتبقى مشرفة ومحترمة يمكن احنا شايفين هنا جانب من استقبال فخامة الرئيس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مطار العالمين اللي برضو هو جزء من نقاط الفخر المصرية فخرنا بما نصنعه بأيدينا وبعرقنا وبشآنا فنباهي به الأمم أعرب فخامة الرئيس عن كل التأدير والمودة اللي بتكنها مصر قيادة وشعب للأواصر التاريخية الوثيقة اللي بتجمعها بالأشقاء من الدول العربية ويمكن برضو اللي احنا شايفين قدامنا على الشاشة جانب من استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصاحب السمو عاهل البحرين شوف التعاون العربي المشترك ومش هسميها الشراكة العربية لأنه الشراكات من الوارد جدا أنها تكون ما بين أصدقاء غير أشقاء لكن الشراكات ما بين الإخوة والأشقاء بتختلف أيضا هنا زي ما حدكم شايفين ده استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيادة رئيس الوزراء العراقي أو دولة رئيس الوزراء العراقي إن أردت أن تصفها بروتوكوليا بالمصطلح السليم واللائق أيضا وده هنا استقبال لصاحب الجلالة عاهل الأردن الكل منور مصر بالمناسبة منورين ساحل البحر الأبيض المتوسط في جانبه الغربي من جمهورية مصر العربية وتحديدا في العالمين العالمين اللي هيجي يوم وخلينا بقى فاكرين اليوم ده اللي هتبقى فيه عاصمة البحر المتوسط كله يعني يمكن أنا أشوفها عاصمة شرق المتوسط حتى هذه اللحظة هيجي يوم مع اكتمال المدينة دي وهتبقى فعلا عاصمة المتوسط كله عاصمة حوض البحر الأبيض المتوسط لا فقط شرق المتوسط ولا فقط جنوب المتوسط ولا عاصمة السحل الشمالي زي ما بعض الناس تحب تقول لا البلد دي هتبقى عاصمة البحر المتوسط ككل مش بس عشان جمال المعمار اللي فيها لكن لأنها مدينة مدينة تاني بعيدلك وبزدلك بدل المرة تسعة تلاف مليون مرة دي مدينة لكل المصريين فيها بيوت الإسكان الاجتماعي فيها بيوت الإسكان المتوسط فيها بيوت للناس اللي عندهم ما شاء الله فلوس حلوة يعني ويقدروا يسكنوا في بيوت غالية حبتين سيبك من اللي هيعود يروجلك ويقولك وانت عارف الشقة هناك في الأبراج بكام؟ أيوا الشقة اللي في الأبراج أكيد غالية وفيه شقة تانية أرخص فأرخص 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 وصولا إلى إسكان أهلينة الإسكان الاجتماعي هرجعك على لقاء الأشقاء اللي تبادل اللي حصل فيه تبادل لوجهات النظر ما بين الزعماء العرب علشان تعزيز لمختلف جوانب العلاقات الثنائية الاستغلال الأمثل والأجود والأرفع في جميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون ما بين هذه الدول الشقيقة اللي بيحصل في مصر كل يوم كل يوم لازم يخليك يبقى واحد عندك ثقة في نفسك جدا عندك ثقة حقيقية في قدرة هذه الدولة على المرور وعبور أي أزمة بتمر علينا